موسيقى موسيقى أحمد عجب مقالة بعنوان تأجيل الدراسة في رمضان يقول الكاتب أحمد عجب في صحيفة السبق بالرغم من إعلان وزارة التعليم استفتاء حول المواعيد المخترحة لبدء اليوم الدراسي وانتهائه خلال شهر رمضان تسهيرا منها على الطلبة وأولياء الأمور وبالرغم أنها حدثت اليوم الدراسي بما لا تجاوز ثلاثة وأربع ساعات وبرغم أن الدراسة بالمراحل كافة لا تزال قائمة على التعليم عن بعد بفعل الموجة الثانية لجائحة كورونا بلأن القلق لا يزال يساير أولياء الأمور اتجاه مستقبل أولادهم خاصة حرمان للغياب من المرحلة الثانوية بفعل تأثير الطقوس والأجواء الروحانية على مواعيد نومهم وساعاتهم البيولوجية يضيف الكاتب حسن لو نسبك بدء الدوام للمرحلة الابتدائية عقب السحور فإنك ستكون مضطرا لقبول وقت آخر لبدء دراسة مرحلتي المتوسط والثانوي وبهذا ستنشغل زوجتك المنصون أم العيال بتعليمهم بمنصة على حساب تجهيز ويبة الإفطار الشهية يضيف الكاتب هنا سيطل أحد المتدفكين قائلا أنتم ما همكم إلا بطونكم ومع أن المقولة صائبة نوعا ما إلا إنه يمكن قياس عمل الأم هنا بعمل المعلم أو المعلمة كموظف حكومي إن كانت لا تتقاضى نظير جهدها راتبا أو حتى مكافأة حيث لا يصرح تشغيلها سخرة ساعات تفوق في مجملها سقف ساعات العاملية رمضان سواء للقطاع الحكومي خمس ساعات أو للقطاع الخاص ست ساعات إذ ستعمل الأم بالمنصة بما إجماليه سبع ساعات في اليوم بجانب عملها كربة منزل وهذا ظلم وهدر لإنسانيةها ويضيف الكاتب هذا بخلاف أن التعديل بمواعيد الدوام بالمدارس بشكل مطلق وعلى حسب المزاج سيخرجه من الطاق العامل المدروس والمقنن قد تشبه الفوضى واللا مبالاة من جهة الطلاب فيما يحتفظ المعلمين من جهة أخرى بصلامتهم نفسها وتقويمهم بالأوضاع الطبيعية لهذا حاصرت المادة 12 من أحد التنفيذية للمواد البشرية بخلمة المدنية صلاحية الوزير المسؤول عن تعديل مواعيد ساعات العمل بما لا يتجاوز ساعتين سواء بتقديمه أو تأخيره يضيف الكاتب ولا أعرف ما هو مستند وزارة التعليم لخلق هذا الاستفتاء كل ما أعرفه أن التعديل بمواعيد دراسة برمضان في حدود النظام سيكون مرهقا جدا وقد ينتج عنهم تدن بنسبة مواضبة الطلبة وقد تصل الكثير منها للحلمان من المادة خاصة بالمرحة الثانوية اختم الكاتب قائلا لهذا أجدني وافق الرأي الإنساني الذي يوصي بتأجيل الدراسة برمضان ليكون إجاجة خاصة بهذه الظروف الصحية الاستثنائية وذو استأنف بعده المدة المتبقية التي لا تتزاوي شهرين خاصة أن أحرار الصيف لن يكون لها أي تأثير في ظل استمرار التعليم عن بعد خاصة أن العالم يحتفل هذه الأيام بعيد الأم ومن الدكاء إراحتها وتفريغها للمطبخ نأكل مما لذى وطعب ترجمة نانسي قنقر